كشف بيان صادر عن وزارة التكنولوجيا أو وزارة البريد والتكنولوجيا والإعلام والاتصال أنه تم انتخاب الجزائر عضوا في المجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات لفترة 2019-2022 جاء هذا خلال أشغال الدورة العشرين لمؤتمرا من دوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي تم انعقادها يوم الاثنين بدبي الإمارات العربية المتحدة هذا واحدة التي الجزائر المرتبة الثانية بعنوان منطقة إفريقيا بعد أن حازت على 134 صوتا من 178 دولة بذلك تقدمت الجزائر على 17 دولة مترشحة